موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي عن سعادته بالفوز اللي حققه الفريق مؤكداً المباراة كانت صعبة أمامه نفس قوية امتلك عناصر مميزة خاصة في القط الأمامي ويتحدث موسيماني كمان عن المريخ السوداني وأوضح أنه فريق مميز ونجح في التعادل مع سانداونز قبل الفوز على الهلال السوداني وكان كمان قنداً قوياً خلال مباراة مع النادي الاهلي مشيراً أن الاهلي حقق مطلوب بالفوز بثلاث نقاط ومع خلق العديد من الفرص أمام مرمى المنافس موسيماني كمان صرح وقال أن الاهلي سجل ثلاث أهداف وكان عنده فرص عديدة أن يزود هذه الحصيلة وكان ممكن يسجل أكتر من هدف لو لعدم التوفيق في اللمسة الأخيرة في بعض الفرص وبشكل عام نقدر نعمل على تطوير أنفسنا وإعلاج الأخطاء ولكن دي الوقت لا يمنحنا الفرصة بسبب تلاحم المبريات وأشار كمان موسيماني أن الاهلي سجل أربع هداف في مرمى فاركو في الدوري ثم عادل يسجل ثلاث أهداف أمام المريخ السوداني وهو أمر إيجابي يمكن البناء عليه لتسجيل المزيد من الأهداف خلال المواجهات القادم وعلى المواجهات المقبلة في دوري أبطال أفريقي أمام سندونز صرح وقال إنها ستكون صعبة للغاية فيما طبعا شدد على أن الاهلي فريق كبير وبيمتلك الكثير من الخبرات وأن الفريق قادر على العودة بنتيجة إيجابية من جنوب أفريقيا ونتمنى ذلك بالتأكيد أوليو ديانجي والفترة الأخيرة يمكن نفى مصدر 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 النادي الأهلي وصول أي عروض رسمية بشأن التعاقد مع المالي أوليو ديانجي لاعب بوسط الفريق وذلك بعد تردد عن وجود العديد من العروض من أندية إنجليزية وتركية ترغى فيها التعاقد مع اللاعب وأكد المصدر كمان النادي الأهلي لم يتلقى أي عرض رسمي وكل ما تردد هو اكتحادات صحفية وأكد مسؤول النادي الأهلي على أن الفريق لا داهر التباطات مهمة الآن ولا توجد فترة انتقالات ولذلك فهناك حالا من التركيز لدى جميع اللاعبين داخل القلع الحمراء لمواصلة الانتصارات والبطولات والمجال للحديث عن رحيل أو التعاقدات مع أي لعب خلال الفترة الصعبة القدر ليس مع أخبار النادي الأهلي وقرر بيت مسماني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم وده بعد ما حقق طبعا الفريق فوز صعب معنا على المريخ السيداني مبارح وقرر كمان راحة الأبين من التدريبات خوفا من تعرضهم للإرهاق وده في ظل ضغط المباراة اللي بتعرض لها المريض الأحمر خلال الفترة الحالية وحيبدأ الفريق التدريبات وبكرة استعداد المباراة بيرمدز المهمة المقرر لها السلساء المقبل هو اللقاء المؤجل من الجولة أثناء منها من عمر مصابقة الدوري الممتاز وبيسعى النادي الأهلي في تحقيق الفوز على بيرمدز والعودة من جديد لصدارة جدول الدوري بعد أن تصدر بيرمدز المسابقة برصيد 26 نقطة من 10 مباراة بينما يحتلل الأهلي المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 9 مباراة كما نستقرر مسؤول النادي الأهلي على السفر إلى جنوب أفريقيا مساء الشلساء عقب مباراة بيرمدز وهيسافر بعثة الفريق الأحمر إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة من أجل خوض مباراة ساندونز السبت المقبل في بطولة دوري أبطال أفريق